السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا فيديو عن كل الأسئلة المحتملة للفصل الأول في مادرة الجغرافية للسنة الرابعة ابتدائي اختزلناها أو اختصرناها في ستة تمارين من أصل ثلاث دروس إذن خليكم هذا النموذج في صندوق الوصفة جاهز للتحميل إذن نبدأ بي التمارين الأول قال أجب بصحيح أو خطأ الأرض هي أحد الكواكب الشمسية خط غرينيتش هو خط حقيقي يتوسط الكرة الأرضية الدائرة الاستوائية دائرة وهمية تتوسط الكرة الأرضية أفقيا تشغل اليابسة نسبة 71% من الكرة الأرضية إذن قلنا الأرض هي أحد الكواكب الشمسية أو كواكب المجموعة الشمسية إذن هذا صحيح بالنسبة لخط غرينيتش والدائرة الاستوائية بعض المدارس لم يتطرقوا إليها إذن خط غرينيتش هو خط حقيقي يتوسط الكرة الأرضية عموديا إذن هذا صحيح لكنه ليس خطا حقيقي وإنما خط وهمي إذن في الخلاصة كتبنا خط غرينيتش هو خط وهمي غير موجود يتوسط الكرة الأرضية عموديا إذن هذا خطأ لأنه خط وهمي وليس حقيقي الدائرة الاستوائية دائرة وهمية نعم تتوسط الكرة الأرضية أفقيا إذن هذا صحيح تشغل اليابسة نسبة 71% من الكرة الأرضية قلنا القرض تنقسم ما بين نسبة الماء ونسبة اليابسة قلنا الماء أكبر بكثير من نسبة اليابسة يعادل 71% إذن تشغل اليابسة نسبة 29% وليس 71% لأن الماء هو الذي يشغل نسبة 71% إذن نكتب هنا خطأ ثم مع تمانين ثاني قال أكمل بما ينسب الماء موزع بين محيطات وبحار منها لدينا المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط الهادي لدينا البحر يوجد البحر الأبيض المتوسط ولدينا المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي إذن هذا أيضا حفظهم المحيطات أيضا القارات قال اليابسة موزعة بين قارات وجزر منها أن قارة إفريقيا والجزائر تقع في قارة إفريقيا لدينا قارة أوروبا وقارة أمريكا وقارة آسيا وقارة أقينوسيا وجزيرة مدغشقر إذن هذا أيضا حفظهم أسماء القارات وأسماء المحيطات مع تمنين الرابع قال أكمل الفراغات بي ألف ومائتين كيلومتر تسعة وعشرون في المائة وواحد وسبعون في المائة إذن تمثل نسبة اليابسة كم وأن اليابسة صغيرة مقارنة بالماء إذن نقول تمثل تسعة وعشرون في المائة من الكرة الأرضية أما الماء فيمثل كم واحد وسبعون في المائة طول الشريط الساحلي للجزائر وهو ألف ومائتين كيلومتر إذن هذا طول تع الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط وهو ألف ومائتين كيلومتر لأن فيها تمنين الخامس قال لقراءة الخريطة يجب معرفة مكوناتها أذكر مكونات الخريطة مكونات الخريطة وهي أولاً وهو العنوان إذن الخريطة يوجد فيها عنوان كأي رسم أخر أيضاً الاتجاه حتى نعرف كيف نوجه الخريطة الاتجاه أيضاً المفتاح لنعرف ماذا تمثل الألوان والرسومات أيضاً المقياس لنعرف حجم الخريطة الحقيقي الآن مع التمنين السادس قال اكتسبت الجزائر عدة انتماءات نتيجة لموقعها الجغرافي أولاً بالنسبة للمغرب العربي هي دولة تنتمي للمغرب العربي أيضاً هي تقع في قارة إفريقيا تقع قبالة البحر الأبيض المتوسط وهي دولة عربية إذن بالنسبة للمغرب العربي نقول انتماء ليس عربي وإنما مغاربي لأن العرب يوجد في جهات أخرى مثل المشرق إذن نقول انتماء مغاربي انتماء مغاربي قارة إفريقيا إذن نقول ان الانتماء هو إفريقي إذن انتماء إفريقي والبحر الأبيض المتوسط إذن نقول انتماء متوسطي وبالنسبة لدولة عربية إذن نقول انتماء عربي إذن تقريباً هذه كل الأسئلة والدروس المحتملة في مادة الجغرافية للسنة الرابعة ابتدائي إلى هنا يكون خلص معنا الفيديو تعنا لنهى اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة